لا جديد في العراق فشل سياسي يقود إلى فشل اقتصادي وترد أمني يزيد من معدلات هذا الفشل ويلقي بظلاله السوداء على مجمل مفاصل الحياة بما في ذلك الخدمية والتعليمية والصحية ناهيك عن تأثيراتها الاجتماعية المدمرة انهيار منظومة الدولة فتح الباب على مصراعيه أمام النفوذ الخارجي وفقا لمركز كارنيغي للأبحاث الذي أكد في تقرير له أن المنافذ الحدودية ونقاط العبور أصبحت عوامل جوهرية في التنافس الإقليمي المتنامي على النفوذ في العراق وأضاف التقرير أن الدول المجاورة للعراق تتنافس على السيطرة على السوق العراقي ومستهلكيه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة وذلك نتيجة لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على بناء قطاع صناعي قوي أو إحياء القطاع الزراعي ما جعل البلاد تعتمد على الاستيراد بشكل كامل فلا شيء يصنع في العراق بينما تتعرض الزراعة هي الأخرى لحرب شعواء وهو ما أدى إلى غلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة والفقرة ويقول معهد كارنيغي أن الصراع السياسي في العراق وضعف مؤسسات الدولة سهلت على إيران ودول أخرى توسيع نفوذها داخل العراق عن طريق سيطرة جهات فاسدة مرتبطة بها على المعابر الحدودية والحديث هنا عن الميليشيات التي تنازع الدولة سلطانها وتنتزعه في أكثر الأحيان وخلص التقرير إلى أن العراق بحكم موقعه الجغرافي يمثل فرصة للدول المتنافسة على زيادة النفوذ داخله لكن البلاد بحاجة إلى وضع سياسات مستقلة تحافظ على سيادته وتعمل على تحقيق العوائد الاقتصادية له في المقام الأول وليس تحقيق المكاسب الاقتصادية للآخرين بسبب إبرام بعض الصفقات الفاسدة التي تمنح التفوق للطرف الآخر وهو ما لا يبدو أنه سيتحقق في ظل وجود طبقة سياسية تعمل دون مواربة على تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح الدول التي تتحكم بها وتسخرها لتنفيذ أجنداتها في العراق ترجمة نانسي قنقر